تفتكر هل البطولات النادي الأهلي حققها على حساب القيم والأخلاق؟ تفتكر في تاريخ النادي الأهلي كبير ده وراجع معايا بذكرتك هل الأهلي خرج عن مبادئه وقيمه عشان يحقق بطولة واحدة؟ عاوزك تراجع وتشوف مواقف النادي الأهلي إزاي تعامل مع أي سلوك شافه يصدر عن أي لاعد بعيدا عن قيم النادي الأهلي وأخلاقه وعايزين نعتارف النهاردة أن فترة جعف أروالي بمنتهى الموضوعية هي اللي ثبتت هذه المبادئ والقيم للنادي الأهلي وأصبح نادي المبادئ في سنة 28 في كأس السلطان حسيني الأهلي طلع المركز الثاني أمام الترسام رفض حسين حجازي وأشهر لعب في مصدف ذلك الوقت أن يتسلم المدنيات اجتمعت اللجنة العليا واتخذت قرارا بإيقاف حسين حجازي وبقدر ما رحبته صحب بهذا القرار لكن بقدر ما أعلنت عن إنزعاجها الشديد لإيقافه لأنه كان واحد من أهم عناصر فريق قرة القدم المتآهل لدورة 28 للولمبية كان يعلم جيدا أن قرار إيقاف حسين حجازي كان من الممكن أن يصحابه هجوم من الصحافة خاصة لو حدثت نتائج غير جيدة في الأولمبيات وبعد يقفح سين حجازي بتلت أيام بس الأهل يفوز على المختلط في نهاية كاس مصر بهدف مختار تيتش وكمان منتخب مصر يروح دورة أمستردام الأولمبية ويحقق المركز الرابع كأفضل إنجاز لكرة القدم الأولمبية المصرية كان مفروض موقف جعفر ولي باشا كرئيس لاتحاد القرى يكون درس للجميع لإعلاء القيم والمبادئ لكن في نفس السنة 1928 حدث موقف مشين من بعض لعبي منتخب مصر عند انتهاء الدورة الأولمبية وفي طريق عودة المنتخب كان من مقرر يحصل عدة توقفات في بعض البلدان اللي بيمر عليها المنتخب لأداء بعض المباراة الودية ولكن في جينيف يحدث بعض التصرفات اللا أخلاقية من محمد جمالي البرنس ومحمد حسن محمد حسن كان لاعف للمصر في ذلك الوقت أما جمالي البرنس فكان لاعف للتحاس كندرس ومراحل الأولمبي قبل انضمامه للمنتخب من مصر كان رئيس معسة مصر في أولمبياد 28 أحمد فؤاد أنور وهو اللي هو في نفس الوقت كان سكرتير اتحاد كرة القدر وكتب تقرير عما حدث من السنائي محمد حسن وجمالي البرنس اجتمع اتحاد الكرة لاتخاذ موقف لكن فوجئ رئيس الاتحاد جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور سكرتير الاتحاد وكان رئيس البيعثة بموقف غريب من وكيلي الاتحاد وكيلي الاتحاد في ذلك الوقت كان عباس حليم ومحمد حيدر وده كان شخصات كبيرة كان النبي عباس حليم هو الرئيس نادر مختلف في ذلك الوقت وكان محمد حيدر هو وكيله وشككة بل شككة في تقرير رئيس البيعثة ازاي وكيلي الاتحاد يضغطوا بكل هذا الشكل على بقية عضاء الاتحاد عشان ياخد قرارات ضعيفة بعكس ما يراه رئيس الاتحاد وازاي برضو يكذبوا تقرير أحمد فؤاد أنور المشهود له بنزاهته وصدقه في جميع تعاملاته الوقت قاتل فوندو في جنيه هم طلبين تقرير رسمي يجي من هناك معين عارفين أن أحمد فؤاد أنور لم الموضوع عشان ما يتبقاش فضيحة كبيرة طبعا الموقف ده خلق حالة داخل اتحاد الكورة فكرر جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور لأنهم يستقيلوا من اتحاد الكورة موقف جعفر ولي باشا في هذه الأزمة كان متزق تماما مع طبيعته ومع مواقفه السابقة إزاي الرجل اللي أخد قرار ضد أهم لاعب وأكبر لاعب في فرقته ويوقفه في توقيت مهم جدا إزاي البعض يتصور أنه ما ياخدش هذا الموقف ضد لاعبين حدثت منهم خروجات في رحلة خارجية المفارقة الغريبة جدا أن في الجالسة التي قبلت فيها استقالة جعفر ولي وحمد فؤاد أنور أيضا تأتي معلومات مؤكدة وتدعم تقرير أحمد فؤاد أنور وفي نفس الجلسة خذت تحاد الكورة قرار بشضب البرنس محمد حسن وهنا صارت الصحافة على قرارات تحاد الكورة الصحف في ذلك الوقت شيء طبيعي أنها وقفت جنب المبدأ وهو جعفر ولي باشا وهاجمة الوكيلين وفضحت السبب الحقيقي للوكيلين وخدوا هذا الموقع أن اللاعب منهم هو البرنس كان حيتعاقد مع المختلط وهنا قرر رئيس منطقة الإسكندرية تقديم استقالته والآن ديها قررت مقاطعة اجتماع اتحاد الكورة لاختيار رئيس جديد الجماعة طالب بعودة جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور والصحف استغربت جدا إزاي اتحاد الكورة اللي بياخد عقوبات أعنف من اللي طالب بيها جعفر ولي وأحمد فؤاد أنور لكنه يوافق على استقالتهم يعني خدوا قرارين عقصي بعض الراجل اللي خروا أن يحافظوا على القيم قبلوا استقالته وعقبوا برضو اللاعب اللي هو كان طالب عقابهم سؤال محير وتنتهي الأمور بعودة جعفر ولي وأحمد فؤاد أنور وإيقاف البرنس ومحمد حسن ولكن بعد انتهاء الإيقاف البرنس راح فين راح المختلط ولكن المبادئ واحدة والمصطرة واحدة فالنادي الأهلي في سنة 1932 اتخذ قرار لا يقل عن قراره السابق بإيقاف حجازي قررت اللجنة العليا في فبراير 30 شض محمد القرنفولي عضو النادي لخروجه عن السلوك محمد القرنفولي كانت له علاقة قوية مع سلاسة لاعبين مهمين في النادي الأهلي جميل الزوير وأحمد سليمان وعبد الحميد حمدي والثلاث لعيبة قرروا الضغط على النادي الأهلي علشان يلغي قرار فصل العضو القرنفولي وهددوا يترجعوا القرنفولي يهرروحوا المختلط إدارة الأهلي ماهتزدش وراحوا المختلط خلال سنتين بس الأهلي خسر حفاظ على المبادئ خسر ست لعبين تلاتة سنة 28 وتلاتة سنة 30 والستة راحوا المختلط خلي بالك تعاقب المواقف دي هي اللي علمت الكل إن القيم والمبادئ فوق كل شيء وبعتت رسالة لجماهير النادي الأهلي الرسالة بتقول على جماهير النادي الأهلي أن تحترم قرارات النادي الأهلي أيا كانت تبعتها فالأخلاق قبل البطولة والأهلي بمن حضر والجمهور عرف بالتجربة إنه كلما الأهلي انتصر للمبادئ والأخلاق انتصر في الملعب وفاز بالمطلاط